بسم الله الرحمن الرحيم وبدأنا كلام عن درس البدل وكنا في درس البدل بدأنا الكلام وقلنا ان البدل ليه ثلاث انواع بدل او البدل المطابق وبدل بعض من كل وبدل اجتمال واتكلمنا عن البدل المطابق وبينا ان ليه صورتين الصورة الاولانية هي صورة ان بيجي اللقب وراه الاسم زي المثال اللي عرضنا لحضراتكم وقلنا الفاروق وعمر ثاني الخلفاء الراشدين وقلنا ان عمر هنا بدل من كلمة الفاروق والصورة التانية وكانت اخر حاجة ختمنا بيها المرة اللي فاتت هي ان بيجي عندي اسم اشارة وراه اسم معرف بيه الالف واللام لما اقول هذا الطالب مجتهد يبقى اسم الطالب هنا بدل من اسم الاشارة وبياخد نفس الموقع الاعرابي وبيعرب يعني اذا كان اسم اشارة مبني في محل رفع مبتلأ يبقى الطالب بدل مرفوع وعلامة الرفع الضمى وهنبتدي النهاردة عند ذكر ملحوظة مهمة او تعليق مهم جدا على الحالة الاولى ايه هي؟ لابد ان يتقدم النعت اللقب على الاسم كما في المثال اللي قلناه الفاروق عمر طيب اذا حصل وتقدم الاسم على اللقب زي المثال اللي عندي هنا كده هو عمر الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين هنا العلم عمر تقدم على اللقب اللي هو الفاروق طيب ايه اعراب عمر هنا عمر هتتعرب مبتدأ والفاروق هتتعرب نعت عمر مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمى والفاروق هتبقى نعت مرفوع وعلامة الرفع الضمى يبقى انا شرطي في الصورة الاولانية ان اللقب يتقدم على الاسم اذا حصل وجيه العلم قبل اللقب يبقى في الحالة دي بيعرب نعت ونشوف الصورة التانية مع بعضينا الصورة التانية هي بدل بعض من كل وبدل البعض من كل تعريفه يكون البدل فيه جزءا من المبدل منه ولكن يمكن فصله بالمثال يتضح المقال المثال عندي بيقول قرأت الكتاب نصفه لو بصيت لكلمة نصفه هنا بدل من كلمة الكتاب والنصف هنا جزء من الكتاب ولكن جزء يمكن فصله عن الكتاب يبقى هقول نصفه بدل بدل اعرابه احنا اتفقنا في كل التوابع وانا هكرر القعدة دي دايما كل ما باش راح درسي من دروس التوابع ان التابع بياخد اعراب ما قبله وان سواء كان النعت او المبدل منه او المعطوف عليه او المؤكد زي ما هنقول بعد كده الاربع حاجات دول بيعربوا حسب موقعهم في الجملة يبقى انا لما هبص الكلمة الكتاب هلاقيها مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة طب نصفه بدل منصوب وعلامة النصب الفتحة هنا في اشارة لابد ان احنا ناخد بيننا منها اننا عندي كلمة نصفه متصل بيها ضمير اللي هو الهاء وفي البدل البعض من كل وبدل الاجتمال اللي هنتطرق ليه بعد قليل لابد من وجود ضمير متصل بي البدل يوافق المبدل منه في العدد وفي النوع طيب لو جالي في الامتحان سؤال وقال لي استخرج بدلا واضبطه يعني حطني العلامة الاعرابية عليه هتلاحظ هنا في المثال اللي انا كتبه ان العلامة الاعرابية موجودة على الفاء موجودة على الفاء ليه لان الفاء هو الحرف الاخير من حروف الكلمة طيب والهاء الهاء ضمير متصل يعني دي دي حاجة ودي حاجة وهم الاتنين بيعملوا مع بعضه مضاف ومضاف اليه يبقى انا لما باجه حط العلامة الاعرابية وهتلاحظوا دايما في الامثال اللي عنجبها ان العلامة الاعرابية بتوضع على اخر حرف في الكلمة اللي هو الحرف اللي موجود قبل الضمير مباشرة طيب والضمير يتعارب ايه الهاء دايما او الضمير بصفة عامة بقى حافظ له واقول ايه والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه نشوف مثال تاني المثال التاني حضر الفصل معظمه حضر الفصل معظمه هسأل هنا فين البدل هتقول لي البدل هو كلمة معظمه طيب فين المبدل منه هتقول لي المبدل منه هو كلمة الفصل طيب اعراب المبدل منه ايه قلنا قبل كده ان المبدل منه ملوش موقع اعرابي او ملوش اعراب مستقل بيقرب حسب موقعه يبقى فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضم انا دلوقتي لما هسأل على اعراب البدل عارف ان انتم هتقولولي على طول ان البدل هنا هو بدل مرفوع وعلامة الرفع الضم لانه هو هنا كده اخد اعراب اللي قبله اتضم موضوعه فين اتضم مرسومه فوق الميم لان الميم هو الحرف الاخير من الكلمة قبل اتصالها بالضمير طب والضمير ضمير مبني في محل جر مضاف اليه هنروح دلوقتي للنوع الثالث او عندي الاول قاعدة مهمة انا قلتها اثناء الشرح بتقول لابد من وجود ضمير رابط يعود على المبدل منه ويطابقه في العدد والنوع نروح بقى للنوع الثالث النوع الثالث هو بدل الاجتمال بدل الاجتمال تعريفه هو البدل مما يشتمل عليه المبدل منه وليس جزء منه يعني ما هوش جزء من اجزاء المبدل منه وفي نفس الوقت لا ينفصل عنه لما ناخد مثال بالمثال يتضح المقال بقول انتفعت بالكتاب فكرته انتفعت بالكتاب فكرته فين البدل البدل كلمة فكرته طب هل الفكرة جزء من الكتاب ليست جزءا من الكتاب طب هل يمكن فصلها عن الكتاب لا يمكن فصلها عن الكتاب يعني نقدر نقول حاجة هنا ان بدل البعض من كل بيكون في الماديات وبدل او يغلب عليه ان يكون في الامور المادية وبدل الاجتمال بيغلب عليه ان يكون في الامور المعنوية طيب هنا قلنا البدل المبدل منه هو كلمة الكتاب والبدل فكرته الاعراب خلاص احنا عرفنا هعرف كلمة الكتاب حسب موقعها في الجملة اسم مجروع علامة الجر الكسرة فكرته بدل مجرور وعلامة جره الكسرة قد اعراب اللي قبله والهاء ضمير مبني في محل مجر مضاف اليه ناخد مثال تاني المثال التاني بيقول اعجبني العقاد اسلوبه كلمة الفعل اعجبني وسرني الافعال اللي زي داية لما بيبقى متصل بها دائما ضمير المتكلم اعرف ان الفعل هنا بيحصل خطأ شائع عند كتير من الطلاب لما اجا قل له اعرب اعجاب حطط له خطة تحت كلمة العقاد وقلت له اعرب كلمة العقاد بيعربها مفعول به قل له لا خطأ ليه لان العقاد اعربها هنا زي ما هنشوف اعربها فاعل فاعل ليه لانه هو اللي قام بعملية الاعجاب هو اللي قام بالفعل يوبقى اعجبني العقاد اسلوبه ايه اللي اعجبني في العقاد الاسلوب بتاعه طب Resource هل يمكن ان ينفصل عن العقاد اللي هو المبدل منه لا يمكن ان ينفصل عن العقاد اللي هو المبدل منه طب الاعراب يبقى انا كده عرفته المبدل منه العقاد والبدل أسلوبه طب الإعراب الإعراب عندي هنا العقاد أعجبني العقاده يبقى العقاد فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة فكرته أسلوبه أسلوبه فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه أنا زي ما أكدت في الحلقة السابقة وبأكد دايما أن أنا بحاول دايما أعرف ليك المثال اللي موجود قدامك لأن أحد الأسئلة اللي ممكن تسأل فيها أنه يقولك استخرج البدل وأعربه يبقى أنت لازم تبقى عارف تعرب المبدل منه إزاي وبعدين تعرب البدل إزاي وإعراب الكلمة لابد أنك بتضحى في مكانها في الجملة وتجيب الجملة من أولها وتعرب من أول الجملة حتى إذا وصلت إلى الكلمة محل الإعراب اللي أنت عايز تعربها بتجد أنك وصلت إليها بمنتهى السهولة بكده بنكون إحنا يعني قدرنا نعطي فكرة عن البدل فاضل نقطة أخيرة وهي قاعدة مهمة أيضا أنا قلتها منذ قليل مع البدل بعض من كل قلت إيه هناك قلت أني لابد من وجود ضمير رابط يعود على المبدل منه ويطابقه في العدد والنوع أنا لو بصيت لكلمة إسلوبه هلاقي إلهاء ضمير الرابط بيعود على العقاد بيوافق العقاد في العدد مفرد مفرد بيوافق العقاد في النوع مذكر مذكر بعد كده هنروح لدرس جديد من دروس التوابع وأذكر أنا قلت إن التوابع أربع دروس العطف والبدل والتوكيد والنعت إحنا تطرقنا إلى النعت وتطرقنا إلى البدل هنتكلم دلوقتي عن التوكيد التوكيد هو إسلوب بتستعمل في ألفاظ مخصوصة من أجل تثبيت معنى معين في نفس السامع أو القارئ بستخدم ألفاظ معينة وبطريقة معينة علشان أأكد معنى معين أنا عايزه عايز أثبته وعايز أأكده في نفس المتلقي سواء كان سامع أو قارئ التوكيد بينقسم إلى نوعين النوع الأول من أنواع التوكيد اسمه توكيد لفظي اسمه توكيد لفظي ثاني من أنواع التوكيد اسمه توكيد معنى هنروح ونشوف النوعين دول ونتطرق إليهم أولا هنتكلم عن التوكيد اللفظي التوكيد اللفظي تعريفه إيه؟ التوكيد اللفظي هو تكرار لفظ المؤكد تكرار لفظ المؤكد سواء كان المؤكد ده اسم أو حرف أو فعل أو جملة بأكد اللفظ وكرره مرة ثانية سواء كان اللفظ ده اسم أو فعل أو حرف أو جملة نشوف المثال المثال تكرار الاسم عندي بقول التزمت بالاكتهادي الاكتهاد هتلاحظ هنا وبص هتلاقي أن كلمة الاكتهاد اتكررت مرة ثانية وبنفس الحروف وبنفس ترتبها وبنفس تشكلها طيب تكررها الثاني لأرجع للتعريف أن أنا أود أن أثبت معنى معين في نفس المتلقي السامع أو القارئ أنا عايز أثبت معنى الاكتهاد طيب الاكتهاد الاولانية هتعرب حسب موقعها في الجملة والاكتهاد التانية هتتعري بإيه بدل مجرور وعلامة الجر الكسرة لأنه أخذ إعراب اللي قابله طيب تكرار الفعل أقول ههو الجملة عندي تتحققوا تتحققوا الخبرة بالممارسة تتحققوا تتحققوا الخبرة بالممارسة الفعل الأولاني فعله مضارع مرفوع على مترفع الضمة والفعل التاني بيبقى هو الإيه البدل الملاحظ في المثالين أن أنا كررت اللفظ هو هو المثال التالت تكرار الحرف أو عندي حرف لا لا أحيد عن الحق لا لا أحيد عن الحق لا الأولانية حرف بان في حرف نف ولا الثانية جاءت لتوكيد الحرف الأول نوع التوكيد هنا ايه؟ توكيد لفظي نوع الرابع تكرار الجملة هبص لايه أنا عندي جملة مكتوبة الخير محمود عواقبه الخير محمود عواقبه الجملة الأولانية هي المؤكد كلها على بعضيها وبتتعري بحسب موقعها في الجملة والجملة الثانية بتكون هي التوكيد اللفظي يبقى التوكيد اللفظي هو إعادة لفظي المؤكد بلفظه اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة نروح بعد كده للتوكيد المعنوي التوكيد المعنوي هو أن أنا بأكد اللفظ بألفاظ مخصوصة محددة بتخالفه في اللفظ وتوافقه في المعنى يعني مش بأكد نفس اللفظ زي ما عملته قلت محمد محمد مثلا ايه؟ رجل محترم مثلا أم؟ لا أنا هجيب كلمة معينة للتوكيد هتخالف المؤكد في اللفظ ولكن هتوافقه في المعنى التوكيد المعنى وإيه هي الألفاظ ده هي؟ عندي ست ألفاء سبع ألفاظ نفس وعين وجميع وعامة وكل وكلة وكلتة نفس وعين وجميع وعامة وكلة وإيه؟ وكلتة طيب هل الألفاظ ده هي بتجيلي بنفس هذه الصورة نفس يعني كده أو عين أم بيحصل فيها تغيير؟ أو أنا أضافت لحضرتك أقول لابد أن تضاف إلى ضمير يلائم المؤكد تمام؟ لابد أن تضاف إلى ضمير هنشوف مثال التوكيد بالنفس والعين بيجي لدفع الاحتمال عن وجود شك حول المؤكد يعني إيه الكلام ده؟ نشوف المثال المثال بيقول وصل رائد الفضاء إلى القمر وصل رائد الفضاء نفسه إلى القمر نفسه أنا قررت هنا كلمة نفسه مرتين نفسه الأولانية هي توكيد لرائد الفضاء أنا بأؤكد على أنه هو بنفسه الذي ذهب إلى هذا المكان طب لما أجأ عربها؟ خلاص إحنا عرفنا القعدة هنقول أن نفسه الأولانية هتبقى توكيد معنى مرفوع ليه مرفوع؟ لأن عندي كلمة رائد فاعل مرفوع على مرفوع الضم طب ونفسه الثانية إلى القمر نفسه نفسه الثانية بدأ المجرور وعلامة الجر الكسرة المثال اللي قدامنا الثاني بيقول رأيت المدرسة عينه في المدرسة رأيت المدرسة عينه في المدرسة رأى فعل ماضي تأتي الفاعل المدرس مفعول به منصوب علامة النصب البتعة وهو في نفس الوقت التوكيد المؤكد طب والتوكيد كلمة عينه أنا حطت عليها فتحة ليه حطينا فتحة على النون؟ لأن البدل هنا منصوب ليه البدل منصوب؟ لأن المبدل منه اللي هو كلمة المدرس منصوب طب والضبط على النون ليه؟ لأن احنا اتفقنا أن الضبط بيكون على الحرف الأخير من الكلمة اللي هو قبل اتصالها بالضمير بعد كده عندي ملحوظة هنا مثال ممكن يظهر أو ممكن يجيلك في الامتحاب يقول لك ايه؟ أعرب ما تحته خط في الجملتين اللي هي من الكلمة المكتوبة بالأم مختلفة فاز نفسه الطالب بالجائزة وفاز الطالب نفسه بالجائزة وحط لي خط تحت كلمة نفس الأولانية وحط لي خط تحت كلمة نفس التانية وطلب مني أني أعرب هاتين الكلمتين هبص النفس الأولانية هجد أنها مضافة إلى اسم ظاهر وهفتكر القاعدة اللي أنا قلتها منذ قليل أن البدل في التوكيد المعنوي أن التوكيد المعنوي لابد أنه يضاف إلى ضمير التوكيد المعنوي لابد أنه يضاف إلى إيه؟ إلى ضمير طيب إيه هو الضمير هنا هو؟ ما فيش ضمير ده مضاف إلى اسم ظاهر طيب يبقى تتعارب إزاي؟ يبقى تتعارب فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمّة طيب فاذا الطالب نفسه بالجائزة كلمة نفسه هنا هاللاحظ أن كلمة نفس وجاي وراها المضاف إليه ضمير يبقى في الحالة ده هي هتتعارب إيه؟ توكيد معنوي مرفوع وعلامة الرفع الضمّة هنروح بعد كده إلى التوكيد بكلا وكلتا كلا وكلتا برضو نفس التعريف قلنا بتستعملان لإزالة الاحتمال عن المثنى المذكر والمؤنس أول مثال عندي هنا بيقول الكاتبان كلاهما متميزان في كتابة القصة التوكيد عندي هنا كلمة كلاهما طيب كلاهما هي أضيفت إلى الضمير لأننا اشترت إضافتها إلى الضمير أعربها كلا وكلتا من الملحقات بالمثنى يعني بتعرب إعراب المثنى يعني إذا كانت مرفوعة بترفع بالألف وإذا كانت منصوبة أو مجرورة بتنصب وتجرب الياء طيب أعرب هنا هقول الكاتباني مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الألف كلاهما توكيد معنوي مرفوع وعلامة الرفع الألف مثال آخر أحسن إلى الصديقين كليهما أحسن إلى الصديقين كليهما هاللحظ إيه؟ إن هنا كلمة بقت كليهما يعني أنا قلبت الألف اللي كانت فوق قلبت ياء لأن المؤكد اللي هو كلمة الصديقين اسم مجرور بإلى وعلامة الجر الياء يبقى كليهما توكيد معنوي مجرور وعلامة الجر الياء مثال الثالث بقول القصتان كلتا هما رائعتان نفس اللي قلنا في المثال الأول القصتان مبتدأ وكلتا هما توكيد معنوي مرفوع وعلامة الرفع الألف مثال آخر قرأت الروايتين كلتيهما قرأت الروايتين كلتيهما الروايتين مفعول به المؤكد مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء يبقى كلتيهما توكيد معنوي منصوب وعلامة النصب الياء التوكيد هنا عندي ملحوظة مهمة كلا وكلتا لابد من اضافتهما احنا قلنا لابد انها تضاف الى ضمير طب ممكن تجيلي غير مضافة الى الضمير يعني تضاف الى اسم ظاهر القعدة هنا بقول اذا جاءت كلا وكلتا بدون اضافتهما الى الضمير تعرباني بالحركات المقدرة يعني ايه الكلام ده نشوف مساء فاذا كلا الطالبين بكلتا الجائزتين معلش هي في كلمة موجودة زيادة هي فاذا كلا الطالبين بكلتا الجائزتين يعني ايه هنا هبص الكلمة كلا هلاقي ان كلا موجود وراها اسم ظاهر اللي هو الطالبين مضافة ليه مجروع علامة الجر الياء يعني مش ضمير مش مضافة الى ضمير طب نعرب كلا هنا ايه بقى عربها حسب موقعها وفي الجملة وقال فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة حد يسألني ويقول لي يعني ايه المقدرة المقدرة يعني المفروض ان كان يبقى فيه ضمة مرسومة فوق الالف بتاع كلا ولكني لا استطيع ان ارسمها يتعذر علي نطق الكلمة ولذلك بيقول منع من ظهوري هتعذر لا استطيع ان انا انطأ ايه الكلمة مرسومة عليها الضمة فبقول والله خلي بالك في هنا ضمة ولكن هذه الضمة مقدرة طب لو بصينا بقيت الجملة بكلتا الجائزتين بكلتا الجائزتين الباق حرف جر كلتا اسم مجرور بالباق وعلامة الجر ها الكسرة الايه المقدرة نفس الفكرة اللي قلناها مع كلا ان هنا لا استطيع ان ارسم الكسرة لانه سوف يتعذر علي نطق الكلمة ايه اللي خلاني قلت هنا بتعرف بيء الحركات المقدرة خلاني قلت بتعرف بيء الحركات المقدرة ان هي اضيفت الى اسم اه ظاهر وانا اشتردت في كلا وكلتا عشان تبقى توكيد انها تضاف الى ضمير هنروح بعد كده الى التوكيد بكل وجميع وعامة وكل وجميع وعامة بيستخدموا للدلالة على الاحاطة والشمول وبيكون اه التوكيد بيهم في الجامعة المثال عندي بقول ذاكرت الدرس كله يعني ذاكرت كل الدرس ما سبتش منه عاجة ولذلك انا قلت منذ قليل ايه ان التوكيد بيأتي لدفع اه اه انا هنا عايز اقول اني لم اترك شيئا من الدرس لم اذاكره وبالتالي استخدمت كلمة كله اه كله هنا توكيد وبيبقى توكيد اه اه منصوب لان الدرس مفعول به منصوب ومضاف اه اه ومتصل بالضمير اللي هو الها برضو المثال اللي عندي حضر الطلاب كلهم الطلاب هنا فاعل يبقى كلهم هنا اه ايه توكيد معنوي مرفوع وعلامة الرف اضمى اه عندي هنا استمتع المشاهدون جميعهم بالمباراة استمتع المشاهدون جميعهم بالمباراة يبقى انا عندي هنا كل وعند جميع وعند عامة ودي جبني امثلة ليهم وهمة التلات المشاهدون اعرابها ايه اللي هي المؤكد فعل مرفوع علامة الرف الواو لانه جامع مذكر سالي طب وفين التوكيد التوكيد كلمة جميعهم التوكيد كلمة ايه كلمة جميعهم بتتعرف ايه بتتعرف التوكيد معنوي مرفوع وعلامة الرفع الضمة خلت اعراب اللي قبله وهنا حلفت النظر لملحوظة مهمة حد ممكن يقولي طب يا استاذ انت قلت انها بتتوافق اللي قبلها في الاعراب ودي حقيقة هي وفقته هنا في الاعراب لان المشاهدون مرفوعة وهي مرفوعة هتقولي طب المشاهدون مرفوعة بي الواو وكلمة جميعهم مرفوعة بالضمة اقول هم بيتفقوا في الموقع الاعرابي ولكن ممكن العلامة تختلف هنا علامة الرفع في الكلمة الاولانية الواو وعلامة الرفع في البدل اتضمة مفيش مشكلة في كده اهم حاجة عندي انهم يتفقوا في الاعراب اللي هو الرفع هنا بقول نجح الطلاب عامتهم نفس اللي قلناه في المثال اللي قبل كده عامتهم هتبقى توكيد معنوي ومرفوع وعلامة الرفع الضم في هنا ملحوظة مهمة حاجة ممكن تجيلي في الامتحان ممكن في الامتحان يقول لي ايه يقول لي كل الطلاب حاضرون ويقول زي ما هو مكتوب كده اجعل كل توكيدا معنويا اجعل كل توكيدا معنويا طب ازاي ارجع للقعدة اللي انا قلتها لحضرتك منذ قليل هنبص الكلمة كل هنا هنلاقيها مضافة الى اسم ظاهر انا عايزة خليها مضافة الى ضمير هقول كلهم الطلاب ما تمشيش من الصح فاعمل ايه هقول كده هقول الطلاب اخذ المضاف اليه في الجملة كل الطلاب اخذ المضاف اليه اخليه مبتدأ في بداية الكلام وااخد كلمة كل اعملها توكيد واضيف اليها الضمير وتبقى الجملة كده الطلاب كلهم حاضرون نفس الكلام ممكن لو جبتي مثال على نفس اوعين ممكن اقول لك نفسه الطالبي متفوق اجعل كلمة نفس هنا توكيد معنوي هتقول لي الطالب ونفسه متفوق زي المثال اللي قلنا في المهتنة كلا الطالبين مكتهدان وديتك كلمة كلا وهنا مضافة الى اسم ظاهر وقلتلك اجعل كلا توكيدا معنويا هتقول لي ايه الطالبان كلا هما مكتهدان هتأخذها وتضحها بعد المضافة الى بتاعها يعني هتخل المضافة الى تضعوا مكانها وتضحها هي بعدي وتضع معها وتضع معها ضمير مناسب لها في العدد وفي النوم بعد كده هنروح يعني احنا كده انتهينا من درس التوكيد هنروح للدرس الرابع من دروس التوابة الدرس الرابع من دروس التوابع هو درس العطف يعني ايه العطف؟ العطف يقصب به في النحو اتباعوا لفظا لاخر بواسطة حرف يعني بربط بين لفظين بواسطة حرف من حروف العطف بربط بين اللفظين بواسطة ايه؟ بواسطة حرف من حروف العطف ايه هي حروف العطف؟ حروف العطف هي الواو احنا نتعرض لكل حرف من الحروف على حدة وعن بيّن معناه ولكن في البداية هنقول له ايه هي حروف العطف؟ حروف العطف هي الواو الفاء ثم او اقول تاني الواو الفاء ثم او العطف له تركيب معين الجملة او الاسلوب ده هو بييجي متركب بطريقة معينة وله ترتيب معين ايه هو الترتيب ده هو؟ اه بييجي الاول ويجي ورا بعضه مباشرة ما بقاش بينهم ومن بعض فاصل بييجي الاول عندي المعطوف عليه اللي بيجي الاول المعطوف عليه لان انا ممكن بيحصل خطأ يعني كتير ممكن يفهم من المعطوف عليه هو اللي بيجي بعد حرف العطف لا في الحقيقة المعطوف عليه هو اللي بييجي قبل حرف العطف وبعدين بييجي حرف العطف وبعد الحرف العطف بييجي المعطوف والمعطوف ده هو التابع اللي احنا حنتكلم عنه هو الاخ التالت من اخوات اخو النعت واخو التوكيد واخو البدل يبقى اخوه من الرابع الاخ الرابع ليه اخوه من الرابع في ايه؟ في أنه بيأخذ الحكم الإعرابي لما قبله إذا كان النعت بيأخذ إعراب المنعود إذا كان التوكيد بيأخذ إعراب المؤكد إذا كان البدل بيأخذ إعراب المبدل منه فعندي هنا المعطوف بيأخذ إعراب المعطوف عليه يعني إذا كان المعطوف عليه مرفوع بيبقى المعطوف مرفوع إذا كان المعطوف عليه منصوب بيبقى المعطوف منصوب إذا كان المعطوف عليه مجرور بيبقى المعطوف مجرور هنشوف مثال معاني حروف العطف أول حرف العطف أنا تكلمت عنه هو حرف الواو الواو حرف من حروف العطف يفيد مجرد الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد مجرد الاشتراك يعني لا بيفيد زمان إن ده جي قبل ده ولا بيفيد مكان ولا بيفيد أفضلية للمعطوف ولا بيفيد أفضلية للمعطوف عليه هو مجرد إن الاثنين اشترك في فعل واحد أو في حدث واحد مثال هقول النجاحه مرتبط بالعلم والعمل نجاحه مرتبط بالعلم والعمل هبص هنا ألاقي الواو جاءت بين اسمين اللي هم كلمة العلم وكلمة العمل طيب الواو هنا لما وضعت بين الاسمين هل أفادت إن في واحد منهم جاء قبل الثاني لا والله ما حصلش طب أفادت أي شيء لا أفادت مجرد إن الاثنين النجاح بيشترك في هذان يشتركوا هذان الأمران في تحقيق النجاح العلم والعمل وإعربها بنقول العلم اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة الواو حرف عط العمل معطوف مجرور وعلامة الجر الكسرة المثال اللي عندي بعد كده بيقول حضر محمد وعلي صباح محمد وعلي جم وقت الصباح مين جي قبل مين الواو ما تدينيش إشارة لكده الواو بتديني إشارة فقط إلى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في تحقيق الحدث اللي هو حدث لإيه الحضور طيب هنعرب أنا عايز حضرك تقل بالك من هذا المثال والمثال اللي قبله هنقول حضر محمد محمد هنا فاعل مرفوع وعلام الرفع الضم محمد هنا هو المعطوف عليه واتفقنا إن المعطوف عليه ليس له موقع إعرابي وإنما بيقرب حسب موقعه في الجملة الواو حرف عط طب وعلي معطوف طب معطوف ماله مرفوع ولا منصوب ولا مجرور معطوف مرفوع ليه قلت معطوف مرفوع علشان المعطوف عليه اللي هو محمد مرفوع وعلامة الرفع الضم يبقى عليهم معطوف مرفوع وعلامة الرفع الضم لو بسط قرنت بينها وبين المثال اللي قبلها هلاقي المعطوف في المثال اللي قبلها كان مجرور وعلامة الجر الكسرة هنا مرفوع وعلامة الرفع الضم سبب الاختلاف أن كليهما اتبع في إعرابه المعطوف عليه السابق عليه هنتكلم بعد كده عن الفاء وهنقول أن الفاء هو الحرف الثاني من حروف العطف الفاء هو الحرف رقم اثنين من حروف العطف بيفيد ايه؟ معناه ايه؟ لأنه هو أصل موقف في الامتعان احنا ليه بنقول المعاني؟ يعني أحد الطلاب ممكن يسألني يقولي طب ما أنا أقولي واو وأول فاء وثم وخلاص وأنا هعرف أن دول حروف العطف أرد وأقول والله أنا ممكن في الامتعان يقولك استخرج مثلا إيه؟ حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب وأعرب المعطوف ممكن يحدد وخصص ففي الحالة دي لو أنا مش عارف معاني حروف العطف يبقى هتحصل عندي مشكلة وهجب أي حرف عطف وممكن أعرف الخطأ في الإجابة بتفيد الترتيب والتعقيب يعني إيه؟ يعني المعطوف بالتعقيب قصر الفترة الزمانية التي تنقضي بين وقوع المعنى على المعطوف عليه ووقوعه على المعطوف يعني إيه؟ نشوف مثال يعني المعطوف عليه والمعطوف حصل وسبق المعطوف عليه المعطوف بمدة بسيطة بمدة يسيرة وقت إليل جرى العرف أن ده بيبقى وقت إيه؟ إليل فبالتالي باستخدم هنا إيه؟ إلفة المثال اللي احنا جايبينه بيقول إيه؟ وصلت الحافلة فنزل المسافرون وأول من نزل النساء فالرجال وصلت الحافلة وفنزل المسافرون وأول من نزل النساء فالرجال حنلاحظ هنا وصلت الحافلة فنزل المسافرون وصول الحافلة الأول وبعدين بينزل على طول المسافرين يعني مش بيقودوا مش بيأخدوا وقت واول من نزل النساء فالرجال يبقى هنا عندي النساء هي المعطوف عليه وعندي الرجال هي كلمة دي هي المعطوف يعني النساء نزلنا اولا ثم نزل بعدهن الرجال مباشرة المعطوف عليه هنا مرفوع لان المعطوف اللي هو النساء فاعل مرفوع هنيجي بعد كده للحرف التالت من حروف العطف اللي هو ثم ثم بيفيد الترتيب برضو زي الفاء ويختلف عن الفاء في ايه في انه بيفيد التراخي في الزمن يعني مدة زمنية وممكن تبقى طويلة شوية كلمة التراخي يعني فيه تباطؤ حاجة عصرت وراء حاجة بس فيه بساحة زمنية بينهم تعريفه هو انقضاء مدة زمنية طويلة بين وقوع المعنى على المعطوف عليه ووقوعه على المعطوف وتقدير المدة الزمنية الطويلة متروك ايضا للعرف الشهاد يعني متروك لتعرف نحن انا عارفين ان فيه فرق او فيه مسافة بين هذا الامر والامر مثلا يوم يومين اه اه ساعتين ثلاثة فبابا انا عارف زهنيا ان فيه مساحة طويلة شوية عشان كده باستخدم ايه باستخدم ثم نشوف مثال حصلت على الشهادة الاعدادية ثم الشهادة الثانوية نفهم ان الشهادة الاعدادية بتجي الاول وبعدها الشهادة الايه الشهادة الثانوية وبينهما مدة زمنية طويلة يبقى هنا ما ينفعش استخدم الفاء ما ينفعش اقول حصلت على الشهادة الاعدادية فالشهادة الثانوية ولكن لازم استخدم ثم لان فيه مساحة زمنية طويلة طيب فين المعطوف هنا المعطوف كلمة الشهادة اللي جاي بعد ثم طيب فين المعطوف عليه المعطوف عليه كلمة الشهادة الاولى وهنا ممكن يبرز او حد يسألني سؤال يقول لي هو مش المفروض ان المعطوف عليه ييجي قبل حرف العطف مباشرة اقول له فعلا المعطوف عليه بييجي قبل حرف العطف مباشرة ولكن الجملة هنا انا قصد اجبها لان قبل حرف العطف مباشرة نعت للمعطوف عليه وفي الحالة دي يجوز لو في نعت يعني المعطوف عليه له نعت جاي فالنعت يجي الاول وبعدين اجيب عرض في العطف وبعدين اجيب المعطوف فناخد بالنا من دهية لو وجدت امامنا او لو جدنا مثال على هذه الشاكلة يبقى الشهادة الثانية معطوف مجرور وعلامة الجر الكسرة والشهادة الاولى طبعا اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة وهي الايه المعطوف عليه هنا هقول يزرع الفلاح القمحة ثم يحصده مفهوم ان الزرع بيحصل الاول وده من باب عطف الجمل مفهوم ان الزرع بيحصل الاول ثم يأتي بعده الحصاد في مساحة زمنية طويلة عشان كده هنا برضو ما ينفعش استخدم حرف العطف الفاء ولكن لازم استخدم حرف العطف ثم اللي بيدل على وجود المساحة الزمنية وزي ما قلت لحضراتكم في التعريف ان تقدير المساحة الزمنية مطروك للعرف الشائح العرف الشائح هنا ايه ان الزرع بيكون اولا وبيعد فترة زمنية ثم يأتي بعد ذلك الحصاد والفترة الزمنية ممكن تكون طويلة فما باستخدمش ايه ما باستخدمش الفاء هنا واستخدم ثم مثال بيقول ظهرت الازهار ثم الثمار ظهرت الازهار ثم الثمار بتظهر الازهار اولا ثم تظهر ايه ثمارها او بيحصل بعد كده يعني انا عايز اقول ان الازهار ظهرت اولا وبعدها بفترة من الزمن ظهرت ايه ظهرت الثمار فين المعطوف عليه هنا المعطوف عليه الازهار فين المعطوف الثمار طيب استخد معطوفا واعربه اقول له التمار معطوف منصوب وعلامة النصب علامة النصب ايه الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة انا سامع حد بيقوللي علامة النصب هنا الضمة فاسأل ليه هيقول ليه انه اخد اعراب ما قبله اللي هو الازهار اللي هو فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة هنيجي بعد كده إلى أو أو حرف من حروف العطف بيفيد الإباحة أو التخيير و هنعرف يعني إيه الإباحة و يعني إيه التخيير لأن حرف العطف أو ليه أكتر من معنى في داخله هنفصلها و هنتكلم عنها أول مثال أو أول كلام هنتعرر ليه هنا الإباحة الإباحة يقصب بها ترك حرية لاختيار أمام المتلقي في اختيار أحد المتعاطفين يعني هو ممكن يختار المعطوف عليه و ممكن يختار المعطوف و ممكن يختارهما معا ترك حرية لاختيار أمام المعطوف أمام المتلقي بحيث أنه يختار أحد المتعاطفين أو يختارهما معا هنشوف مثال بيقول كل التفاحة أو البرتقال أنا دلوقتي بكلم حد متلقي وبدلوا تخيير أو بخيروا بين أمرين أنه يأكل تفاح أو يأكل البرتقال ما حددتلوش وتركت له حرية لاختيار بين الاثنين ممكن يأكل تفاح ممكن يأكل البرتقال ممكن يأكل اثنين يبقى الإباحة المقصوب بيها زي ما قلنا ترك حرية الاختيار للمتلقي أنه يختار المعطوف أو يختار المعطوف عليه أو يختارهما معا المعطوف عليه هنا عندي كلمة البرتقال خلاص احنا عرفنا وعرفنا الإعراب بيكون إزاي بيه التخيير يعني إيه التخيير يقصد به ترك المخاطب حرا في أن يختار أحد المتعاطفين دون أن يجمع بينهما تمام يختار واحد منهم وما يجمعش بين الاثنين لوجود مانع يمنعه منها طب نشوف مثال عشان نفع هقول مثلا بعد أنا بكلم حد مدرس بيكلم تلميزه ولي أمر بيكلم ابنه صديق بيكلم صديقه بيقوله إيه بيقوله بعد حصولك على الشهادة الثانوية ادرس في كلية الهندسة أو التربية ادرس في كلية الهندسة أو في كلية الايه التربية وهنا الاختيار ما ينفعش أن أخذ لتنين مع بعض ولكن لابد أن يأخذ يأم الهندسة يأم الايه يأم التربية يبقى التخيير أنا بأترك الحرية للمتلقي أنه يختار واحد من المتعاطفين ولا يختار المتعاطفين معنى عكس الإباحة الإباحة أنا سبت له الحرية أنه يختار أي من المتعاطفين يختار المعطوف يختار المعطوف عليه ما عندوش مشكلة في التخيير أنا برضو سيب له حرية الاختيار ولكن أن يختار واحدا منهما ويترك الايه الآخر ويشترط في المعنىين السابقين هنا برضو قاعدة مهمة لازم نقوم ببنى منها ويشترط في المعنىين السابقين أن يسبق بصيغة دالة على الأمر يعني عبص للجملة بتاعته الإباحة تلاقيها جايب بقوله كل أمر التخيير بقوله ادرس أمر يبقى باشترط في هاتين الصيغتين أن تسبق أو في هاتين اشترط في هذين المعنىين أن يسبق بصيغة دالة على الأمر طب عندي معاني تانية لأو عندي معنى أو قد تفيد التفصيل بعد الإجمال قد تفيد التفصيل بعد الإجمال يعني أنا أعطي قاعدة أو أعطي كلمة معينة أو أمره معين ثم أبدأ في شرحه بالمثال يطدع المقال مثال بيقول الفعله ماضن أو مضارع أو أمر الفعله ماضن أو مضارع أو أمر يبقى أنا عملت هنا تفصيل كانت الأول قلت كلمة الفعل وبعدين ابتلت أشرحها ماضن أو مضارع أو أمر الإسم مشتق أو جامد يبقى أنا قلت عايزة أقولني فيه اسم مشتق واسم جامد يبقى أنا عملت التفصيل بعد الإجمال فيه معنى تاني آه الكلمة اسم أو فعل أو حرف نفسي اللي قلناها فيه المثالين السابقين آخر معنى موجود معايا هنا بيقول تقد تفيد أو معنى الشك أو الإبهام ومثالها استغرقت في القراءة أربعين أو خمسين دقيق أنا هنا بقى عايز ما ديش إجابة صريحة للمتلقي بكده حضرات آه طلاب أبنائي وبناتي طلاب آه صف الثالث الثانوي الفني بنكون عرضنا لكل آه دروس آه التوابع التوكيد والعطف والبدل والنعد وعملنا مقارنة بينهم وبينا آه إن آه هم الأربعة من التوابع وإن التوابع أو إن التابع فيه قاعدة أساسية بطربط آه الدروس الأربعة إن آه التابع بيأخذ الحكم الإعرابي للمتبوع فيه الرفع أو آه آه نصب أو آه آه الجر وآه آه وكل الشكر إليكم وأرجو أن نكون آه قد استفدنا من درس اليوم آه 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 آه